اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الالتهاب الوعائي مقدمة يعرف الالتهاب الوعائي او الالتهاب الاوعية بانه التهاب يصيب الاوعية الدموية الالتهاب هو رد فعل الجسم للعدوى او التهيج او الاصابة ويمكن ان يجتمل على الالم والتورم والاحمرار والحرارة وهناك مجموعة من الامراض التي تتميز بحدوث الالتهاب الوعائي يكون الالتهاب هو المشكلة الرئيسية في بعض الامراض التي تتميز بحدوث الالتهابات الوعائية بينما يكون مجرد جزء من المرض في امراض اخرى يساعد هذا البرنامج على فهم الالتهاب الوعائي وهو يتناول تشريح الاوعية الدموية واعراض الاضطراب كما يتناول كيفية تشريح الالتهابات الوعائية ومعالجتها الاوعية الدموية الاوعية الدموية هي بناء تشبه الانبيب تقوم بنقل الدم الى جميع انحاء الجسم ويدعى مدموع الاوعية الدموية في الجسم الجهاز الوعائي او الجملة الوعائية يغادر الدم الغني بالاكسجين الجانب الايسر من القلب ويدخل الى الابهر الشريان الابهر هو اكبر الشرايين في الجسم وينقسم الابهر الى شرايين اصغر تسير الى الدماغ والدراعين والامعاء والحوض والساقين تقسم الشرايين الصغيرة بدورها الى شرايين اصغر تسمى الشرينات وهي تقسم الى اصغر اوعية دموية في الجسم تدعى الاوعية الشعرية او الشعيرات يحرر الدم الاكسجين والغلوكوز اي السكر والعناصر الغذائية الاخرى على مستوى الاوعية الشعرية كما يلتقط الدم ثاني اكسيد الكربون تتجمع الاوعية الشعرية مع بعضها بعضا لتشكل الوريدات والتي هي اوردة بالغة الصغر تتجمع مع بعضها البعض بدورها لتشكل الاوردة الصغيرة تنضم الاوردة الصغيرة الى اوردة صغيرة اخرى لتشكل الوريد الاجوف السفلي والوريد الاجوف العلوي وهما اكبر اوردة الجسم يدخل الدم الوريدي الفقير بالاكسجين والغني بثاني اكسيد الكربون الى الجانب الايمن من القلب ثم يغادر هذا الدم الجانب الايمن من القلب بواسطة الشريان الرئوي ويسير الى الرئتين عبر شرايين اصغر فاصغر ثم الى الشرينات فالاوعية الشعرية يحرر الدم غاز ثاني اكسيد الكربون على مستوى الاوعية الشعرية الرئوية ويتقط الاكسجين قبل ان يعود بواسطة وريدات ثم اوردة الى الجانب الايسر من القلب ثم يعود الى الابهر مرة اخرى يكمن الفرق بين الشرايين والاوردة في ان جدران الشرايين تكون اكثر سماكة ومرونة الالتهاب الوعائي الالتهاب الوعائي هو التهاب يحدث في الاوعية الدموية وقد يكون الالتهاب استجابة او رد فعل من الجسم تجاه العدوى او الرض او المرض يمكن ان يؤدي التهاب الاوعية الدموية الى تضيق هذه الاوعية ويمكن ان يعيق هذا مجرى الدم كما يمكن ان يجعل جدران هذه الاوعية مؤلمة وحمراء وممضة ايضا قد يصيب الالتهاب الوعائي اوعية دموية مختلفة في الجسم ويتعلق ذلك بطبيعة المرض فعندما تكون الشرايين هي المصابة بالالتهاب مثلا تدعى الحالة التهاب الشرايين ايضا يمكن ان يصيب الالتهاب الوعائي الاوعية الدموية في مختلف اعضاء الجسم كالدماغ والكليتين والرئتين الالتهاب الوعائي هو مجموعة من الامراض التي تصيب الاوعية الدموية تختلف هذه الامراض عن بعضها البعض تبعا لما يلي الاوعية الدموية المصابة الاعضاء المصابة السبب الاساسي اذا كان معروفا برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الاسباب يعتقد ان الالتهاب الوعائي هو استجابة او ردة فعل من الجهاز المناعي يتكون الجهاز المناعي من خلايا دموية متخصصة ومواد كيميائية تتعرف الى المواد الغريبة التي تدخل الجسم وتدمرها تسمى الخلايا الدموية التي تنتمي الى الجهاز المناعي خلايا الدم البيضاء وهي تقوم بتدمير المواد الغريبة ومنها البكتيريا والفيروسات هناك نوعان من خلايا الدم البيضاء من بين انواع اخرى وهما الخلايا التائية والخلايا البائية وعندما تتعرف الخلايا التائية الى مادة او كائن حي غريب فانها تهاجمهما على الفور عندما تكتشف الخلايا البائية مادة غريبة فانها تفرز مواد كيميائي خاصة تسمى الاجسام الضضية تلتسق هذه الاجسام الضضية بالمادة الغريبة وتؤدي الى موتها قد يحدث الالتهاب الوعائي عندما يتعرف الجهاز المناعي بشكل خاطئ الى مواد كيميائية في الاوعية الدموية على انها مواد غريبة ثم يقوم بمهاجمة الاوعية الدموية ويدمرها ولكن لا يزال من غير المعروف حتى الان ما الذي يسبب هذا الخلل في وظيفة الجهاز المناعي يحدث الالتهاب الاوعية في بعض الاحيان كردة فعل على حقن مواد محددة في الدم مثل الكوكايين او الانفتمن يمكن ان يصاحب الالتهاب الوعائي الاصابة ببعض الامراض المعدية كالتهاب الكبدي بي التهاب الكبدي بي هو عدوى في الكبد تسببه الفيروسات تترافق الاصابة ببعض انواع السرطان والامراض الروماتيزمية مع الاصابة بالالتهاب الوعائي ايضا الاعراض تتفاوت اعراض الالتهاب الوعائي اعتمادا على العضو المصاب اذا اصيب الدماغ فقد تحدث سكتات دماغية وشلل ومشاكل في الرؤية تعد الكليتان هما المسؤولتين عن تخليص الدم من الفضلات والمواد السامة وعند اصابة الكليتين بالالتهاب الوعائي ترتد وظيفة الكليتين ويجب علاج هذه الحالة بالديال يعمل جهاز الديال عمل كلية صناعية هناك انواع مختلفة من الالتهاب الوعائي تتضمن داء كاوساكي الذي يصيب الاخشية المخاطية والقلب داء بهجة الذي يصيب الفم والعين والمناطق التناسلية التهاب الشرايين العقدي الذي يصيب الجلب والقلب والكليتين والجهاز العصبي الورام الحبيبي الوغنري الذي يصيب السبيل التنفسي بشكل رئيسي التشخيص تجرى اختبارات دموية لتشخيص الالتهاب الوعائي وذلك للبحث عن علامات الالتهاب والاجسام المضادة والاجسام المضادة هي مواد تفرزها خلايا الجهاز المناعي قد يقوم مقدم الرعاية الصحية باخذ عينة من احد الاوعية الدموية بطريقة جراحية لفحصها تحت المجهر ويسمى ذلك خذعة يمكن ان تجرى فحوص بولية ودموية اخرى للتحري عن وظائف الاعضاء المصابة وقد تدعو الحاجة الى اجراء صورة وعائية لرؤية الشرايين والاوردة والصورة الوعائية هي اختبار حيث يتم في حقن مادة صباغية خاصة في الاوعية الدموية ثم تأخذ صورة خاصة بالاشعة السينية وربما تجرى ايضا صور بالاشعة السينية وصورة طبقية محورية وتصوير بالرنين المانطيسي وذلك لفحص اعضاء الجسم المختلفة وكالشماء اذا كانت مصابة تعتمد معالجة الاضطراب على نوع الالتهاب الوعائي يمكن ان يتحسن الالتهاب الوعائي النهجم عن تناول بعض الادوية او العقاقير اذا توقف الشخص عن تناول هذه الادوية والعقاقير يعد ايقاف الالتهاب امرا ذا اولوية عند الاشخاص الذين لم يتم العثور على سبب معروف للالتهاب الوعائي عندهم ويمكن ان يتم ذلك عن طريق تناولهم للادوية السيرويدية كالبريدينزون او الدكساميتازون مثلا كما قد يقوم مقدم الرعاية الصحية ايضا بتثبيت الجهاز المناعي لدى الشخص باستخدام بعض الادوية كالسايكلوفوسفامايد مثلا يجب معالجة الاعضاء المتضررة جنبا الى جنب مع استعمال هذه الادوية وقد يحتاج الاشخاص المصابون الى استخدام جهاز التهوية الاصطناعي اذا كانت الرئتان متضررتين كما قد تدعو الحاجة الى اجراء الديال اذا توقفت الكليتان عن العمل اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة الالتهاب الوعائي هو مجموعة من الامراض التي يحدث فيها التهاب في الاوعية الدموية يمكن ان يؤدي التهاب الاوعية الدموية الى تضيق هذه الاوعية ويمكن ان يعيق هذا مجرى الدم كما يمكن ان يجعل جدران هذه الاوعية مؤلمة وحمراء وممضة ايضا يعتقد ان الالتهاب الوعائي هو استجابة او ردة فعل من الجهاز المناعي قد يحدث الالتهاب الوعائي عندما يتعرف الجهاز المناعي بشكل خاطئ الى مواد كيميائية في الاوعية الدموية على انها مواد غريبة تتوفر معالجات لتخفيف الالتهاب وتثبيط الجهاز المناعي بمقدور معظم الاشخاص الذين يعانون من التهاب وعائي العيش حياة مرضية شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين